غارات جديدة شنتها الطائرات الحربية الروسية التي وبحسب وزارة الدفاع نفذت خلال الساعات الماضية 88 طلعة قتالية وقصفت 86 موقعا لتنظيم داعش في محافظات الرقة وحماه وإدلب واللاذقية وحلب وأوضحت موسكو أن هذه الدربات الجوية استهدفت مراكز قيادة وقيادة أركان ميدانية ومخازن ذخائر وأسلحة وتجمعات لآليات عسكرية ومعامل لتصنيع المواد المتفجرة ومعسكرات ميدانية وقواعد للمسلحين بدوره ارتكب طيران النظام السوري مجزرة جديدة في مدينة عين ترما بغوطة دمشق أودت بحياة أكثر من 15 مدنيا وعشرات الجرحة وفي ظل هذه الأوضاع أعلن جيش الفتح عن انطلاق معركة تحرير حماه ضمن ما أسماه المرحلة الثانية من مراحل جيش الفتح لتحرير بلاد الشام دبلوماسيا ندل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم تعاون الولايات المتحدة مع روسيا في النزاع السوري واصفا تفكيرها بأنه مضطرب وكانت أعلنت الولايات المتحدة أنها زودت مجموعات من المعارضة السورية بخمسين طنا من الذخيرة ألقتها طائرات شحن في محافظة الحسكة موسيقى 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 موسيقى